عبر الهاتف من مأرب ينضم لنا للحديد طبعا عن تطورات العسكرية الميدانية في اليمن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبدو عبدالله مجلي أهلا بك معنا سيادة العميد طبعا نعلم بأن الميليشيات الحوثية استمرت في إطلاق الصواريخ لكن تم إحباطها من قبل قوات التحالف إلى الآن ما الانتصارات المسجلة في سجل قوات التحالف وماذا يجري على الأرض من تقدم عسكري لقوات الشرعية شكرا لك يا أخي العزيزة وشكرا لقناتكم والبقرار المسجل اليمني الحقيقة الجيش الوطني المسجل في قائران التحالف العربي تحطة انتصارات جمهة وهامة في مختلف الجبهات وفي الأخصة جبهات سبيحان وعسيلان التي تم استكمال تحرير مديري سبيحان وعسيلان وفتحة طريقة الإستنسية الرابطة بين محافظة الشبهة ومحافظة مارب بعض الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعجاسة وتحرير كذلك منطقة الفطراء وإزالة الألغام وإزالة فواقع من حدثية الجيش الوطني وإزالة تلك الألغام التي زرعتها تلك الميليشيات الانقلابية الحيوثية وإجرامية كذلك مازالك الموطني يحرر بعض الأماكن المتبخية والغماكن القناصة وفي المختبئين اللي بيشتن لديك الكهوف والمغارات في بيحان وعسيلان لكن من انتصار قادم ونحن استكملنا تحرير هذه المجريتين لن يبقى إلا بعض البيوت والبعض القناصة والذي يحتاج إلى أيام قليلة لاستكمال إزالة تلك الألغام لإزالة الميليشيات الانقلابية سواء على الطرفات أو أمام مساكن المواطنين كذلك يقتل عجيزة هناك التصارب للسجاح الغربي والذي استجمل جيش الوطني تحرير المديرية الحوخة وتوغل في مدير التحيث وكذلك مدير التحيث بعد تحرير الأماكن الحامة في هذه المديرية كذلك هناك يدفرات في جمهة نهم وتطهير الضبعاء والجمال والأماكن الحامة فرم منطقة الخطوين والتقرب محراب الران سيدة العميد إذا ما تحدثنا بالنسب نسب المناطق المحررة في مساحة اليمن ككل ما هي النسبة؟ نحن تحررنا بمسلة 75% من المساحة الجغرافية الجمهور اليمنية لم يبقى إلا القليل تحت طوط الميليشيات الانقلابية ونحن في الجيش الوطني نعم كل النوافذ الحوار السياسي مع تلك الميليشيات الانقلابية الحوتية لدينا الحل الأسلام والأقرب لشعبنا اليمني والجيران في المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم إلا بالحصم العسكري والتحريب الكامل للأراضي اليمنية والتي نحن نركض أن تكون منصات إطلاق الصواريخ سواءً ضد شعبنا اليمني في كل كافة المحافظات أو ضد جارة من المملكة العربية السعودية وما حدث بالأمس القريب من إطلاق الصوار واختار الضالسي على العاصمة السعودية الرياض سيادة العميد سيادة العميد سيادة العميد سيادة العميد فقط نقطة أخيرة وهي موضوع المدنيين نعلم بأن الميليشيات الانقلابية في بعض المناطق أصبحت تحد من تحركات المدنيين وتضيق الخناق عليهم أكثر يعني ما جهودكم في سبيل ربما تسهيل هذا التحرك وحماية المدنيين أكثر في المناطق التي تحاول الميليشيات الانقلابية السيطرة عليها فعلا كما قلنا السلطان هجفنا في الجيش الوطني هو التحرير الكامل لكل أراضي للجهورية اليمنية وبالذات العاصمة الصنعاء التي حولت تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية جناً كبير لا يتم السفار إلا بعد إذن الضخصة وأيضاً السماح له من قبل تلك الميليشيات الانقلابية وأن يكون تسجيل موعد السفار في تحرصهم من أمانة العاصمة إلى أي محافظة من محافظة الجهورية هذه الميليشيات الانقلابية اليوم في العاصمة الصنعاء والمناطق التي تسطر عليها استخدم الإخطاء القصري والإخطاء وكذلك أيضاً التحجير لبعض المواطنين وبعض القيادات من المجتمعات المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقادة الرأي فيها في العاصمة الصنعاء نعم شكراً لك شكراً جزيلاً الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمنية العميد الركن عبدو عبدالله مجلي كنت معنا عبر الهاتف من مقرب شكراً للمشاهدة نعم جزيلاً